شوف وتواصل وثيقة وأكدت محطتنا أن النظام الجزائري صنع جماعات موازية وأخرى وهمية لا تظهر سوى من خلال بيانات عبر وسائل إعلام تتبنى فيها عمليات دموية استهدفت المدنيين ونقل مصدرنا على لسان عقيد في المخابرات الجزائرية أنه لو لا تهمت الإرهاب ما نجحت السلطات في التصدي للشارع الذي كان يقف كله مع الإسلامي الشيء اللي كنت نحلل فيه قبل الحرف الوثيقة أن المحطة الاستخبارات السورية تقول بناء على ما تحدثت به مع ضباط استخبارات بينهم شفيق مصباح قالوا لها بأن النظام الجزائري صنع جماعات موازية وأخرى وهمية لا تظهر إلا في وسائل الإعلام يعني فجأة توقع عملية يظهر في جرائد بالبنط العريض الجماعة الفلانية رهي تتبنى وعلى أرض الواقع لا تستطيع أن تتأكد ولا أي شيء بل تجري مربما فبركت وثائق بيانات ويتم نشرها وما إلى ذلك من هذه الأمور هذا ما تقوله المخابرات السورية بناء على أقوال وردت على لسان شفيق مصباح ومن معه من الضباط لا أدري من هؤلاء الذين تحدثت إليهم وثيقة الاستخبارات السورية إذن الأمر واضح وبين على أن المخابرات السورية كانت تقوم تتحرك على راحتها الضباط يترددون عليها يحكونها وهي تستفيد منهم وتنشر هذه وترسل هذه المعلومات إلى الفرع فرع الاستخبارات التابع عليها من فرع الأمن الخارجي أو شيء من هذا القبيل والأمور راكم كما رأيتمها لكن ترى لماذا لم يلتزم شفيق مصباح غيره بواجب التحفظ يروحوا يعطوا معلومات خطيرة مثل هذه المخابرات السورية حتى تستغل هذا عمل خطير ترى هل حدث ذلك بإعاز من جهاز دياراس أنذاك أو أنه جهاز دياراس ناين في العسل كل هذا لا نعرف عنه شيئا ولكن المؤكد أن محطة المخابرات السورية سمعت هذه الأمور من هؤلاء المهم الوثيقة في آخرها تقدم التحليل والاستنتاج يعني كأنها تقدم مختصر تقول معلومات وردتنا من محطتنا في الجزائر تتضمن لقاءات مع ضباط مخابرات وصحفيين ومثقفين وتحدثوا عن تجربة الجزائر في مواجهة المعارضة والإرهاب وتنصح المحطة بضرورة الاهتمام بهذه التجربة الثرية والرائدة التي تتقاطع في أمور كثيرة مع ما يحدث في القطر ويقصد سوريا ترى يعني واضح أن المخابرات السورية وجدت في تجربة الجزائر ما تستفيد منه كثيرا للقضاء على الثورة الشعبية لأن سبق وأن النظام الجزائري قضى على ثورة شعبية وأدخل البلد في حرب أهلية هو الذي حدث في سوريا وما إذا ذلك من هذه الأمور وماذا تقترح المخابرات أو محطة المخابرات السورية توجيه منتدبنا في الجزائر للمتابعة باهتمام لكل ما يصدر عن ضباط المخابرات والمثقفين وإعلامنا ضرورة دعوة أسماء من هؤلاء الضباط والمثقفين إلى دمشق والتعاون المثيق معهم الفرع 255 للمعالجة وإجراء اللازم العمر لم يقتصر أنه كانت ندوة سياسية لم يوضحوا ما هي هذه الندوة والتقوا مع شفيق مصباح وصدفة وبعض الضباط وكذا وكذا الأمر تعد إلى دعوتهم إلى زيارة دمشق ترى هل زار محمد شفيق مصباح دمشق أم لا ليس لدي معلومات هذا يقع على مسؤولية جهاز المخابرات الجزائرية اللي يجب أن يحقق في أمر الزيارات التي حدثت في ما بعد 2011 حول هذا الأمر شكرا